من جدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية النهاردة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هيشرف مباشرة على الإفراج الجمركي عن السلع الغذائية والأعلاف من المواني والأدوية وده مباشرة كمان في اليوم التالي للقرارات المهمة اللي أصدرها البنك المركزي واللي بتساعد في مواجهة التضخم تفاصيل أكتر خلينا نعرفها ونفهمها من ضفنا دكتور يوسري الشرقاوي الخبير الاقتصادي اللي بنا سعد بوجوده معنا صباح الخير عليك يا دكتور وأهلا صباح الخير عليك وعلى كل متابعيننا وعلى مصر كلها وكل صنطيبين ورمضان إن شاء الله كريم على مصر والكرم بدأ من قرارات أمس طيب دكتور حضرتك هو لسا بتقول الموضوع فهذا هو يعني أول سؤال حنتكلم فيه ابتدت النتائج أو ابتدت على طول قرارات تظهر أو بوادر لقرارات الأمس من البنك المركزي لو تقول لنا تفاصيل بقى إيه اللي حيحصل نتائجها اشحالنا أكتر سريعا طبعا قلنا عارفين إن إحنا عشان ناخدش في ثانية كان فيه مشكلة اقتصادية زي أزمة اقتصادية عالمية إحنا كنا جزء من العالم نتيجة أسباب كتير شرحناها في حلقات كتير وظروف كتير جدا قدت إلى وجود مشكلة كبيرة جدا لعدم توفر الوفرة الدولارية للعملة الأجنبية وبالتالي كان أصبح عندنا سعرين للسوق الموازي الأمر اللي استمر كتير جدا الأمر ده كل السنوات اللي سبقى قبل كده من على بضل 33 سنة كنا بنحله إزاي بأن احنا بنعالج العرض وفي أول أسبوعين ثلاثة أو أول شهر وبعدين إيه البنك المركزي يضخ دولار وبالتالي نبدأ نعيد العاملة تاني ونرجع تاني بعد سنتين إلا إن النظام الحالي زي ما وعد الشعب المصري إنه هيعالج المرض الاقتصادي وسيد بايس لما جه قال سعدون يا مصريين وإحنا عايزين نحل المشكلة من جزرها ولذلك تحمل الشعب المصري العظيم بطل إصلاح الاقتصادي واستمرنا في الظروف دي أكتر من 12 إلى 13 شهر لحد ما بدأ يحصل عمليات معينة في الأسواق ومن شأن هذه العمليات إنه نستفيد بالأجرينا من بنية تحتية وهو الأخر إلى أن توقعت يعني واحدة من أهم الصفقات الاستثمارية لشراكة استثمارية مصرية مع الجانب الإماراتي وصدق السمار فبظبي وبقى في وفرة دولارية هذه الوفرة الدولارية الآن دخلت البنك المركزي المصري وبالتالي البنك المركزي المصري بدأ ياخد إجراءاته لعلاج السياسة النقدية عشان يعمل إيه؟ عشان السادة المشاهدين يبقوا معنا عشان يوحد سعر الصرف ما بين السوق الموازي وما بين البنك ويعمل إيه تاني؟ ويبدأ يوفر العملة الدولارية للاستراد السلع والخامات والبضائع ومكونات الأعلاف والإنتاج الده الجيني اللي بيتأثر في سعر الأساسية المواطنين والأمن الغذائي والأمن الدوائي للمواطن هو رقم واحد طيب هيعمل في كده إيه تاني؟ هيبدأ يقول مبالح زي ما عرفنا أنه القرارات صدرت صباحا بدأ يحرك سعر الصرف أمام الدولار بيحركه النهاردة هو مش خايف قبل كده الناس كتير جدا من شهر ومن شهرين ومن ثلاثة طب ما نرفع طب ما نخل السعر 70 جنيه طب ما نسيب لا هو لو حرك السعر وما عندوش الوفرة الدولارية وما عندوش المخزون الدولاري وما عندوش احتياجاته الدولارية والدفقات الدولارية القادمة كان هيحصل له مشكلة ردة فعلة عنيفة جدا من السوق السوداء والسوق السوداء طبعا فيها عناصر كتير جدا يعني نفهم كده يوسري أن كان فيه تهيئة لقبل اتخاذ هذا القرار طبعا في السياسة النقدية وفي السوق بشكل مباشر عشان يحصل اصدار هذه القرار بالضبط احنا بالخطر بالناس دايما بنقولها جماعة برضو هو عا تفكر ان المتخذ القرار او اللي بيطلع ياخد قرار او اللي بياخد مش مدروس او مش مدروس بعناية او باحكام وعارف كويس جدا هيعمل ايه طيب انا عندي تضخم طب في التضخم ده اقدر اعمل ايه كمان في نفس القرار يعني انا النهاردة بدأت تحرك سعر العملة او سق الجنيه امام الدولار وانا مش يعني حتى تصريحات محافظة الباك المركزي بتؤكد ان هو هيقعد كمنظم للعملية دي ومراقب لأي هزة او لأي شيء ممكن يحصل او ردد فعلي من السوداء او او لغيره هيبدأ تدخل المركزي بوفرة اكتر من الدولار وبالتالي من النهاردة لا امل في ارتفاع دولاري تاني في جميلة السعر العملة في حتة التضخم معلش دكتور يسري في حتة التضخم دي دي تهم الناس كلها طبعا وهي الاسعار طبعا يعني الناس بتسأل طيب القرارات دي ازاي ممكن تواجه اثار الموجة التضخمية او ارتفاع الاسعار في الشرع العملة هنقول حاجتين مهمين هو طبعا عمل شهادات 30% وهتكون دي فترة مؤقتة جدا وقصيرة جدا ومتنقصة وبدأوا يعلم تفاصيلها مبالح بعد الظهر وبالتالي المتبقي او هو عايز يسيطر على السيولة اللي موجودة في السوق علشان خاطر يقدر يعمل تغير في معدلات التضخم ويبدأ ياخد معدلات التضخم وينزل المحار دي من وجهة نظري هتبان معاك في بداية شهر مايو بشكل جيد جدا احنا عايزين نقول للتجارة ايه ونقول لللمشاهدين ايه خلي بالك من التاجر اللي سعر بضاعته على سبعين دولار احنا النهاردة بنوفر له الدولار وموجوده هو في البنك اقل وهيكون اقل من خمسين وهنا عايز اقول حاجة برضو مهمة جدا في سعر الدولار في محاطمة بعد التحريك دايما بيحصل عمليات اهتزازية وبتبقى لمدة اسبوعين لتالي السابيع خمسين سبعة وربعين ستة وربعين هو بدأ يمبع ببسبعة سبعة وثلاثين ونص تلع عربعة وربعين ونص بعد سبعة وربعين بعد نزل ستة وربعين بعد تلع خمسين موجات البطدادية مثلا توقوع الشخصي انه هيستقر في المسافة اللي ما بين 37 لUU ده بحد اقصى وخلال تلاتة اربعة سبيع هتكون في استقرار اكتر سمعنا اخبار كتير جدا ودي يمكن شبه احنا متابعين الموقف بشكل جيد ان فيه صفقات اخرى لمطوين عقاريين دوليين في جميلة مصر العربية وسمعنا ايضا عن اللي حصل انبالح ده هيبقى له نتائج ازاي عشان نتكلم على موضوع الاسعار بس النتائج هتمشي معنا ازاي اول حاجة احنا ما كناش عارفين في الفترة اللي فاتت نسرع وتيرة تأسيس وتوسيع التعامل في سياسة ملكية الدولة والتطبيق وسيقة ملكية الدولة والتوسع في الاطراحات الحكومية النهاردة الاطراحات ليه لانه كان عندنا سعرين لسعر العملة فالمستشمم كان بيوفي حساباته النهاردة السعرين تم توحدهم وبالتالي كل المشروعات زي الاسماء اللي قال هندنا 32 شركة طرحنا من نوم 5 او 6 والباقي بسرعة جدا هيدخل في 24 النهاردة كمان كان عندنا ما يقرب من 10 مليار دولار بيغربوا من تحولات المصريين بالخارج نتيجة انه في سعرين المعدل ده على طول هيتسمع معاك الشهر ده لانه في النهاية انا هحول هنا هحول هنا هو سعر واحد طيب اللي هيحصل تالت ايه لما النهاردة مجلس الوزراء المصري ودولة رئيس الوزراء موجود بنفسه وبيحاول وينهي تماما نفق توجهات السياسية والرئاسة على مشكلة تراكم البضايع اللي حصلت لنا بدأت بعد جراء التحرك الروسي على الارض الاوكرونية مورورا بتسعة اشهر النهاردة لما ننهي الكلام ده خلال هزر اسبوع وبقيمة حوالي 6 ونص مليار دولار عشان ننجز كل الموجود ده السلع الاولية والخمات دي هتروح فين هتروح المصانع التحرك عجلة الانتاج بيبدأ رقم الصدر بتاعك يرتفع يبقى عندك الحصيرة الدولارية من الصدر حصيرة الدولارية من مصير بالخارج احنا ممكن نقسمها حتى على اصغر بكتير احنا لما المواد الخم دي هتروح المصانع بدل ما المصنع شغال وردية ولا شغال وردية ونص حيشتغل ورديتين الكوستة حيتقسم على عدد انتاج اكبر التكلفة اللي كان بيتحملها منتج واحد حيتحملها عدد اكبر فحيتتوزع تجزار كل ده هبدأ يشتغل عليه زائد ان انا برضو عايز ارد هنا على حاجة مهمة جدا فيما يتعلق بالاسعار التاج اللي بيباع اسعار المهاردة وانا كمواطن ببدو لازم اثنين ساعة بعض هي الدولة عبارة عن ايه عبارة عن مواطن والحكومة والقطاع الخاص والمواطنين لازم نساعد بعض يعني انا النهاردة عندي تاجر مسعر سلعته على سبعين دولار النهاردة الدولار موجود معه في الاسواق باقل من خمسين جنيه طيب انت ليه مصر انك انت تمشي معايا وانت ننزلك في سعر الدولار اكتر من خمسين في المئة في سعر فانت ليه مصر معايا هتعمل معايا ازاي هتصرف معايا ازاي فانت انا هناك دوري كمواطن وشوف ده وطبعا بش بعيد حالة الجشعة اللي بتم وجودة لبعض التجار تصرفي انا كمواطن ازاي وازاي الحلقة هنا تكتمل ما بين المواطن والحكومة وكمان التجار والقطاع الخاصة الحكومة خدت اجراءات لو تفتكروا نرجع تاني من اسبوع لما تكلمنا على توفر بعد السلع الاساسية والسلع الاساسية انا هنتكلم فيها على اسعار معينة وتثبيت اسعار سلع الاساسية معينة وتعلم في الاسواق بشكل معين فيه سلع مهمة جدا انت هم المواطن بشكل مباشر لأمر التاني ما فيش ادنى شك ان فيه فجوات بتحصل في توفر سلع او سلعتين بيحصل فيها فقاقية وبتستغل ايضا استغلال سياسي بين اهل الشر وبعض الاماكن ويمكن النهاردة احنا مصر هتستولد كمية سكر وفيه 300 الف طن يمكن وصول خلال ايام احيانا بيحصل ما بين عروة وعروة في منتج او محاصيل زراعية معينة بيحصل في كل حالة فبتبدأ تستغل وتبقى بقعة تزيد تزيد شوية في الضوء بتاعها المهم جدا ان انا يعني في حاجتين ان انا الاجهزة الرقابية بتاعتي تبدأ تنشط في تجاه حماية المستهلك بشكل جيد جدا وبشكل فاعل وبشكل فيه مصداقية وشفافية عشان خطر تبدأ تجيب نتاج ايجابية الأمر التاني ان المواطن يبدأ ياخد باله برضو من فكرة الناس اللي بتخزن السلع احنا محتاجين يعني لما لاقي فيه قزمة معينة ما رحش عشان اجيب عشرين كيلو سكر عشان الازمة دي اجيب برضو اتنين تقاطى كيلو حسب احتياجاتي لازم كلنا نشتغل فخلونا نتفق ان لو كل الناس انا لاقي احمل المسئولية عشان برضو المواطن اللي بسمعنا مايقولش الناس بتطلع في الاعلام بتتكلم علينا لا احنا بدي اتكلم عشان نوزع المهام علينا كلنا لان الموضوع يخصنا كلنا ما بين المونتج والبائع والتاجر وتاجر الجملة والمصنع والمخزن والناس دي كلها لازم تشتغل في منظومة واحدة لانك مهما اديت كميات اطنان من سلع معينة وفي ناس بتشتغل عليها عشان تصربها او تخزنها من الاسواق او ترفع سعرها اكيد هنبدل نلاحق بعض في المسافة دي كتير فكلنا عايزين نشتغل في المنظومة دي بشكل جيد طبعا ما فيش قد نشك ان الشغل بيبدأ من الجات الحكومية والجات الحكومية بتاخد قراراتها وبتاخد يعني استعداداتها علشان خاطر يعني مثلا احنا اللي عايز اقوله مثلا احنا على ابواب شهر رمضان شهر رمضان طبيعي جدا ان الطلب بيرتفع فيه والطلب السلعي بيرتفع فيه فأول اسبوعين على الاقل وبالتالي نتائج عشان برضو ردد فعل السوشيال ميديا بمصر يقولك بعومه طب النتاج والاسعار ما نزدتش النتاج اول نتيجة يا جماعة اول نتيجة بتحصل في نفس هذه الامور انك بتضمن ان الاسعار ما بتزدتش يعني فهذا سبات انت النهاردة ما عادش حد عنده الشرعانة زيادة السعر هو كان بشرعانها بايه الدول يا فدم والدول طالع النهاردة انت وقفت شرعانة زيادة الاسعار القرارات وقفت اللعب على الحبلين لو يجوز لنا استخدام المصطلح لان تقال الاسعار وظهرة الدولارة اللي موجودة او التعامل اتخدام اللفظ الدولاري كعطاء طرعية الفزاع عشان خطر ارفع فده انت انتهيت منه من انبارح ده شيء مهم جدا هياخد معاك وقت تدريجي في مقاومة طبعا لانه برضو في ناس كتير جدا انت لست اكثر حزنا من واحد افتكر نفسه هيبقى صاحب سريع اشترى دولار بسبعين جنيه النهاردة ثمان فالتالي لازم ده هيقاوم وده بيسأله نفسه وفي احد بيسألك بس هو بيسألني كاستشاري او كخبير ونفسه الدولاري بابتلسعين جيلي عشان عايز يكسب عشان حلمه القديم احنا برضو كان يعني قديرا نتفق على حاجة جماعة مهم جدا مفيش ناس في العالم في اي قطع في العالم بتحول بنفسها كشعوب الدولار من ورقة نقدية لأداء السلعة والخدمات لأسلعة هو لازم يكون برضو معايا شريك انا اتجر في دولار ليه عشان خاطر ايه اكسب منه انا اكسب من انتاج اكسب من صناعة اكسب من زراعة اكسب من محل اللي بشتغل فيه اكسب من مصنع اكسب من شركة لكن الدولار عمره مكان دولار ورقة يعني ساعة عشان خاطر اقدر اتجر و اكسب فيها الحاجة المهمة جدا برضو عزيز يرد على الناس اللي بتتكلم على بتقفع ساعة للفايدة وانه اقولك ده هيأثر على الحركة بتاعة الاستثبار والصناعة والتجارة وانا ازاي كرجل اعمال هل في متنقصة يا دكتور؟ الفايدة التانية متنقصة بتاعة الشهادات اللي هتجمع لكن حتى البنك المركزي عنده مبادرات اللي نقالها الوزاق المالية اللي بـ 11% هذه المبادرات ستستمر لمدة سنتين ليه المصنع والمزارع الجاد المستثمر اللي عنده فعلا استثمارات يبقى احنا عندي نوعين في السوق بيشتكلوا على السوشيال ميديا لانه بيعملوا رد عكسي واحد تاجر بيقول لك ازاي وانا هتاجر ازاي ده انا الفايدة عندي عالية لأ انت حبيبي انت كتاجر انت مسعر بضعتك من الناس على سبيل الدول فما تجيش تشتكننا عشان تايد وانت كقطاع خاص وطني بيتصطف اصطفاف وطني معانا تعرف كويس جدا ان الجاد منك لهم مبادرات هتستمر بشكل معين وهندلها البنك المركزي مع البنوك عشان خاطر يعرف يطلع لك علاج للفجوات التمولية اللي انت بتمحث عن جزئية فيها والامور دي هتتم بشكل سريع جدا لانه فيه الدول بتدار ما بين ليرز او طبقات الحكومة والمجتمع المدني وده كل الطبقة دي بتؤثر في بعض وبنشوف نتجتها على المدى القصير ومتوسط والطويل بالضبط اتجاه مهم جدا احنا كلنا متابعين واكيد خبراء محللين اقتصادين متابعينه بيطالبوا به من زمان والدكتور مصطفى مدبولي اكد عليه اكتر من مرة فكرة الاتجاه نحو ترشيد الانفاق الحكومي ان الحكومة ترشد في نفقاتها مع تأكيد دايما على فكرة شراكة مع القطاع الخاص وتعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري فكرة ترشيد الانفاق الحكومي ده الى اي مدى ممكن يساعدني في اكتياز اي تحدي اقتصادي جاي احنا سألنا كتير جدا خلال الاسبوعين اللي فاتوا ويمكن كان يعني احنا ورانا عندنا احداث اقتصادية متلاحقة ويمكن الاعلام كتير يتكلم معنا فيما يتعلق ببعض محات ما بعد سفق الترسل حكومي اولا احنا اكدنا على الاستمرار في ترشيد الانفاق الحكومي يعني ليس وده يمكن حتى الدولة طلعت اكدت عليه كمان فاحنا كناس محللين بنشوف الوضع فده ولا اكيد هازل الكلام ده واحد اتنين والمهم جدا انه استمرار في السياسة تشديد النقدي حتى يتم الحفاظ التام على مستوى التسيير الاقتصادي بشكل ما يحصلش فيه اتزاد السياسة النقدية تاني تلاتة والمهم جدا وده شيء يعني لازم نتفق عليه انه فوائض او التدفقات الدولارية لابد ان توجه باتزان الى مشروعات تعزز القدرات الانتاجية الزراعية والصناعية بجانب المشروعات الخاصة بالتنمية العورانية السياحية حتى نستطيع ان نقل القواعد الاقتصاد حقيقي جديد يواجه هذه الازمات وهذا ما تنتهج الدولة في عشر سنوات سابقة انه يصر على علاج المرض وليس الوقوف عند علاج العرض رقم اربعة والمهم جدا دائما بنونادي بتوسع الاستثمارات العامة للدولة في المشروعات الانتاجية والصناعية الحقيقية ومحاولة ايجاد آلية لان احنا انتهينا من المشروعات البنية التحتية ومشروعات القومية البنية التحتية لمشروعات العائد بتاعها بيجي على مدى طويل وبالتالي نرتهج الى مشروعات العائد بتاعها بيجي على مدى القصير والمتوسط وبالتالي خلق هذه المعادلة مش هيدخلنا فيه دوائر العجز فيه الاحتياج للمنظومة او العملة الدولارية الامر المهم جدا بالعكس ده ممكن يدخل لنا يدخل لنا العملة الدولارية الامر المهم جدا اتفقنا انه لازم يتم التحرك باسليب وافكار واطروحات ومبادرات حديثة فيما يتعلق بملف السياحة لانه هو ملف من الملفات المهمة جدا اللي بنعول عليها في الشكل للاجل القصير الى زيادة الحصيلة الدولارية داخل الجوية البصة العربية الحاجة السابعة والمهمة جدا اللي هي كفاءة الجهاز الاداري الحكومي في التعاطي مع الاستثمار الاجنبي الذي يدخل الى جوية مصر العربية هنتكلم ده بوضوح مع الناس نقول ايه عندنا مدينة رأس الحكم الجديد هيكون السيادة المصرية للدولة فيها موظف التأمينات وموظف الدرائب وموظف الجوازات وموظف الشهر العقاري الالية دي عايزة تشتغل دولي برضو وعايزة تشتغل بكفاءة علشان خاطر تقدر تعمل مع المنظومة الاستثمارية الدولية عملية تجانس وتناغم مش هينفع نشتغل بسيستم في الجهات الادارية الحكومية وكفاءة الجهاز الحكومي مع مثل هذه المشروعات اللي هتطلع موضم كبيرة دولية على الارض مصر هنا الموضوعات دي كلها الاخير فيها والمهم كمان هو عمليات التخطيط في سلاسل الامداد المحلية يعني لما نيجي نفتح عشرة مليون مطعم يبقى لازم عملي حسابنا بزيادة زراعة محاصيل الخيار والتماطم والجرجير عشر فددين عشان ما يحصلش في سلاسل الامداد اي فقاقيع تتماشي بقى فيه ماتشنج موجود او تناغم موجود في العملية التخطيط ما بين الانتاج المحلي معدات الاكتفاء الزاتي معدات الامن الغذائي معدات الامن الدوائي هتدخل كلها علشان خطر تحقق اهداف رؤيتنا فيه انك تكون اقتصاد فاعل واقتصاد مؤثر واحد من احسن اقتصادات في عام عشرين عشرين من احسن عشر اقتصادات وفق لرؤية عشرين ثلاثين انت احطيتها وده كله بقى يحصل فيه ايه والسؤال اللي المشاهد بيسمعنا وعايز يتطمن عليه ان كل نتائج هذا الاقتصاد تنعكس على حياة المواطن وعلى معيشة المواطن وعلى التعليم والصحة هم الاهم بندين بيعاني دايما منهم المواطن في الاسواق الناشئة ودول العالم التالت يعني فيه هناك مقولة شهيرة جدا اقتصادية بتقول اذا لم تستطيع ان تزيد دخل او رفع مستوى دخل المواطن ارفع عنه اعباء بيتفحى فيه موضوعات مهمة جدا واساسية في حياته انا بتصور بمجهة نظري انه تزامن قبل كام اسبوع هناك قرارات للحمال الاجتماعية نعم وهذه القرارات يعني كانت اجمل ما فيها انها هناك تعليمات بمصداقية وبواجبة التنفيذ والنفاذ واعتقد السيد وزير المالية استعدى استعداد جيد جدا لذلك لما يأتي ذلك مع ضبط السياسة النقدية مع عجاز بستثمار اجدابي مباشر مع يعني دعوات لاستغلال هذه الحالة بشكل جيد هيبقى فيه نعكاس جيد وفيه مصادر عشان تقدر تغذي هذه القرارات في الحمال الاجتماعية اخر نقطة نقطة لقم 10 ان احنا في ملف المصريين بالخارج انا شخصيا بشوف انه ملف المصريين بالخارج الاخوة المسؤولين قطعوا شوط طويل جدا مشكورين عليه في مسألة ربط المصريين ببلاد المهجر وتعلم اللغة العربية ونعم نستطيع واستخدام الخبراء لكن ما زلنا نحتاج الى مجموعة من المشروعات المشروعات لجذب مدخلات المصريين بالخارج وليس تحولات المصريين بالخارج هناك فرق مدخلات المصريين بالخارج وتحولات المصريين بالخارج المصريين بالخارج بيحتاجوا احتضان اقتصادي هذا الاحتضان لابد ان يكون وفق كفاءة ووفق مشروعات ذات طبيعة خاصة ومزايا خاصة يعني انا لما يجيب عشر مصريين بالخارج ده كاترة سيضلع عشيف الخليج أقول لهم الأرض دي أعملوا عليها بصنع ومعاكم إعفى أربعين سنة عشان أنتم مصريين بالخارج فجاز بمدخلات المصريين بالخارج ده ملف المفروض نشتغل عليه بشكل أوسع لأنه هيكون واحد من العناصر المهمة جدا لتغزية الحصيرة الدولارية المصرية وتغزية المستدامة بإطار هذه المنظومة أقدر أقول قبل شهر رمضان إحنا داخلين شهر رمضان المراضي على مستوى الحماية المجتمعية أو على مستوى السياسة النقدية أو على مستوى السياسة المالية التي نأمل أن يزداد العمل فيها لتحسين مناخ الاستثمار لجازم مزيدة من السباط الأجنبية في المرحلة المقبلة وبالتالي يتحرك الشعب كله الشعب القطاع الخاص الحكومة في نسق المتصق خلف قيادة السياسية تعمل على علاج الاقتصاد وهو علاج المرض الحقيقي وليس الاكتفاء بعلاج العرض كما قلنا نفعل في 33 عام سابق دكتور عملتلنا عرض بانورامي للوضع الموجود وشرحتلنا كتير من النقاط اللي كنا حقيقي محتاجين نفهمها بشكل مبسط يعني كنا محتاجين نفهم الصورة الكبيرة اقتصاديا والصورة البسيطة اللي ستبقى موجودة في بيوتنا كلنا باختلاف مستوات الاجتماعية لكل المصريين الكل اللي كان محتاجي يعرف هو رايح على فين كل شكرا لك دكتور يوسي الشرقاوي نورتنا وشرفتنا نورتنا وشرفتنا صباح الخير على حضرتك اشتركوا في القناة